اشتركوا في القناة واليوم سأعطيكم رأيي كامل بالجهاز بعد التجربة بداية تجربتي مع الهاتف انبهرت صراحة بجودة التصنيع خاصة ان الجهاز من المعدن لكن الحجم كبير شوي من ناحية العرض وكذلك سمك الهاتف اللي هو سمكه 8.7 ملي ولكن وزنه مناسب صراحة له 164 اقرام كذلك تصميم الجهاز جميل صراحة بشكل عام لكن فقط ملاحظتي اللي هو على الازرار الموجودة بالاسفل اللي هي ازرار الرجوع او القائمة او الخيارات يعني بما انها ازرار ما هي حقية ما ادري صراحة ليش اخذك كل المكان هذا كممكن تكون انه داخل الشاشة ويكون الجهاز اقل اللي هو بالابعاد لكن يلا هذي نمشيها كذلك من العيوب اللي لاحظتها بالتصميم اللي هو مكان سماعة سبيكر وسمعة سبيكر الموجودة بالخلف برضو ما حبيت الشي هذا مثلا لو حطيت الجهاز على الطاولة او اي مكان فالصوت رح يكون ضعيف مرة وهذه من العيوب اللي شفتها بالجهاز اكثر حاجة صراحة سمعتها اول ما وصلنا للجهاز كانت ان النظام غير جيد ومتعب والعربي فيه مش مضبوط لكن للامانة النسخة اللي وصلتنا بالسعودية الان رهيبة جدا من الناحية هذه وما شفت اي مشاكل كذلك بالنسبة للاداء استخدمت الهاتفلي واستخدام عادي الى متوسط تقريبا اللي هو واتساب وسناب وتويتر والامور هذه كلها والاداء كان جيد وما فيه اي مشاكل من ناحية التعليق او مشاكل بالواجهة لكن ممكن ان الواجهة ما تعجب الكثير وهنا طبعا عندك خيارات كثيرة اللي هو تقدر تستبدل الواجهة باي واجهة تحبها سواء كان اللي هو لانشار نوفا او اي لانشار ثاني موجود على جوجل بلاي طبعا نظام الهاتفلي واندرويد لولي بوب اللي هو 5.1.1 وتمنيت صراحة لو فيه تحديث للاندرويد اللي هو مارش ميلو مع انه وصلني تحديث للجهاز بحجم تقريبا 1 قيجا لكن كان كله اللي هو تحسين للاداء واضافاته من الامور هذه كلها طبعا مادمنا نتكلم عن الاداء خلوني اقولكم ان المعالج اللي هو سناب دراجون 650 اللي هو سداسي النوات وهنا ننبه انه فيه نسخة ثاني اللي هي بمعالج الميديا تيك لكن بحسب ما قرأت وبحثت ان هذه النسخة فيها مشاكل ونسخة سناب دراجون هي الافضل والحلو بالموضوع ان هذه النسخة هي اللي متوفرها الان عندنا بالسوق السعودي طبعا الرام عندنا اللي هي 2 قيجا وسعة التخزين الداخلي اللي هي 16 قيجا ويدعم منفذ الذاكرة الخارجية حتى 250 قيجا وطبعا كذلك فيه نسخة ثانية من الجهاز اللي هي تيجي برام 3 قيجا وسعة التخزين 32 قيجا لما نتكلم عن شاشة الجهاز طبعا اللي هي بحجم 5.5 انش بدقة الفل اتش دي وهي من نوع الال سي دي صراحة اشوفها جيدة ويعني لا من ناحية الالوان ولا من ناحية اللي هو وضوح الشاشة خاصة تحت اشعة الشمس فالشاشة صراحة جيدة وما فيها اي مشاكل طبعا الجهاز يدعم شريحتين اتصالة اللي هي stand by وتقدر تستبدل مكان الشريحة الثانية بذاكرة خارجية مثل ما شفناه مع اغلب الهواتف الجديد الان اللي صارت متوفرة عندنا بالسوق بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي بدقة 16 ميجابيكسل مع فلاش ثنائي والامامية بدقة 5 ميجابيكسل لكن لما نتكلم عن الكاميرا بالجهاز جودتها صراحة ما كانت جيدة للامانة او ما كانت بالمستوى المطلوب بالاصح لكن لما نتكلم عن جهاز متوسط المواصفات ومنخفض السعر ممكن نتجاوز عن موضوع الكاميرا من الناحية هذه البطارية هي من اهم المميزات الموجودة بالهاتف طبعا هي ضخمة اللي بسعة 4000 ميلي امبير وجلست معي تقريبا المدة يوم ونص مع الاستخدام المتوسط وجربت اشغل فيديو بشكل متواصل قريبا استمرت معي من 13 الى 14 ساعة فاشوف ان اداء البطارية جدا رائع وبتكون بالفعل ميزة يعني فارقة لما تقارن البطارية مع بطاريات الاجهزة الثانية مستشعر البصمة الموجود بالخلف كذلك سريع جدا وما لاحظت فيه اي مشاكل وطبعا المكان هذا انا صرت بالعكس يعني افضل مكان البصمة الموجود بالخلف وتعودنا عليها كيدلي ومن هواتف هواوي الهاتف متوفر بثلاث الوان اللي هي الفضي والرمادي والذهبي الموجود الان معانا وسعره تقريبا 850 ريال ونقدر نقول انه بكل خيار جيد للي حاب ياخذ هاتف متوسط المواصفات بهذا السعر فعندك الان شاشة جودتها ووضوحها رائع عندك الاداء كذلك ما فيه اي مشاكل عندك بصمة عندك شريحتين اتصال يدعم الفور جي طبعا كذلك اللي هو جودة الصوت بالمكالمات رائعة فكل هذه مميزات ممكن تخليك انك تاخذ هذا الهاتف يبقى طبعا عندك اللي هو مسألة الكاميرا وبعض عيوب التصنيع مثل السمك اللي تكلمنا عنه وكذلك مكان السماعات وبالاخير اكيد ان الراي بيرجعلك هل هذه ممكن تأثر على قرار الشراء او لا اخيرا عطوني رايكم عن هذا الهاتف وكذلك خلوني اسمع او خلوني اقرأ تجاربكم مع هواتف شاومي الثانية اذا كان لكم تجربة معها وانا صراحة تحمست اني اجرب هواتف ثانية اللي هو من شاومي وباذن الله بنجرب الماي فايف او اي جهاز ثاني من شاومي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته